لما منحكي عن ضبط النفس شو عم نحكي بالتحديد ضبط النفس ما بيجي من بلحظة مناخد فيها القرار ضبط النفس هو عملية تفكير خليني اقول عميئة جدل عميء حديث جده مطول مع النفس الآية بتقلنا أما دانيال فجعل في قلبه جعل في قلبه شو يعني يعني مش باللحظة اللي صدرت أوامر الملك كلكن راح تاكلوا من أكل الملك كلكن راح تشربوا من شراب الملك دانيال قال راح أرفض الرفض بلحظة اللي بنكون فيها تحت الضغط أو اتخاذ قرار صعب تحت الضغط مش ممكن أنه يصير ربما يلي صار أنه خلال مسيرة السبي ربما كانت أيام ربما كانت أسابيع ربما كانت أشهر بينما باقي الشباب كل يلي كانوا مسبيين عم يفكروا نحن انتهينا ما عنا رجاء صرنا عبيد ما فينا نعمل أي شيء نحن ما فينا نتحمل الضغط الكبيري اللي راح ينحط علينا راح نكون غربة ما عنا قوة ما فينا نواجه مش لازم نقاوم لحتى نعيش لحتى نزمط بحالنا دانيال كان عم يفكر عندي مشكلة كبيرة دانيال كان عم يفكر بواقعية وجدية عندي مشكلة كبيرة دانيال كان عنده نفس مشاعر الأشخاص التانين كان عنده أي مشاعر مثلنا نحن لما بيكون عندنا مشكلة غضب حزن ضعف ربما شعور بالعار لأنه مسلوب الحرية لكن بالوقت نفسه دانيال كان عم يفكر بشيء أهم من المشاعر مين أنا؟ شو هي غاية حياتي؟ مين سيد حياتي؟ لمين إرادتي لازم تخطع؟ مين بيعطيني القوة؟ من وين أنا بجيب قوتي الداخلية من جوة؟ كلمة مين إلها الحكم على حياتي؟ بهايدا الوقت دانيال كان عم يشكل أرار كيف بدي واجه الفترة الصعبة يلي جاي؟ وكيف بدي حل المشكلة يلي أنا فيها؟ وكيف بدي أتعامل مع مشكلتي؟ هيدا هو الأساس الصخرة يلي بيرتكز عليها الضبط النفس ضرورة نفهم الدافع وراء أي قرار ناخده لاي أنا لازم أوسق بنفسي على رغم قراء الناس لاي لازم تتمسك بإيمانك مع أنك مارئ بتجربة ألم كبيرة شو الهدف يلي بدنا إياه؟ شو يلي كرماله نحنا مستعدين نتحمل ونضبط مشاعرنا وإنفعالاتنا وإحتياجاتنا الوقتية لحتى آخر شي نوصل للنجاح والاستقرار الزي ضبط النفس بيجي من عملية تفكير طويلة مثل ما قلت مباحثات مع النفس وقرار واضح شو هي الإشياء يلي بدي أعملها؟ شو هي الإشياء يلي مش ممكن أبدا أنه أعملها؟ أمور من قررها قبل بأسابيع قبل بأشهر مما نوقع بأي مشكلة ما نبادئ منبني حياتنا عليها قرار دانيال ما كان مثل ما قلت قرار آخر لحظة هيدا التفكير الواعي هو يلي بيوصلنا لضبط النفس لما منستند على معرفة وحقايق مهمة تفكير يلي بيجي من معرفة ومن حقايق بتعنينا حقايق منبني حياتنا على أساسها في تفكير بالأمور في تشاور مع النفس في تفحص للحقايق في تأمل عميء بالحقايق وفيه قرار وباللحظة يلي أنا واجه فيها المشكلة فيه أضبط نفسي بحسب الأفكار يلي فكرتها لأنه فحصت كمان كل النتائج يلي ممكن أوصلنا ضبط النفس بيجي من أنه أنا تفحصت مسبقا كل النتائج يلي أنا رح أوصلنا والهم عرفت وقررت أنه فيه ألم وأنا مستعد أتحمل الألم دانيال صمم بقلبه بكل مشاعره أفكاره ما رح أتخلى عن الشي يلي أنا مؤمن فيه مش بس صمم أعلن أفكاره لرئيس الحرس أعلن أفكاره لأصدقائه يعني ما بيعني شو كانوا الآخرين عم بيفكروا شو عم بيقولوا أو شو رح يقولوا عنه رح يقولوا عنه من جيل غير هالجيل رجعي أفكاره ما بتتماشى مع الوقت عم بيقولوا عنه مجنون رح يفكر حاله رح يقدر يعمل يلي هو يبدو إياه لكن ما كان خاضع ولا لأي ضغط من الخارج سؤال اليوم شو هو الشي يلي أنت مؤمن فيه شو هي غاية حياتك؟ شو الهدف يلي بدك تحقق؟ توسق بنفسك؟ تستخدم مواهبك؟ تعيش بشاركي مع الروح القدس؟ تصلح زواجك؟ تعيش بسلام مع عائلتك؟ تغير سلوك الغضب والعنف يلي عم بيدمر ولادك وبيتك؟ ترجمة نانسي قنقر